والأهلي بيستعد طبعا لمبارات الأربع قدام فريق الإسماعيلي في مستهلم شرف بطولة الدوري لكن الدوري حيبتدي بكرة بالتحديد بعدد من المبارات أعتقد ثلاثة بالضبط رغم أننا طبعا نهتم جدا بالدوريات الأوروبية لكن يبقى الدوري المصري ليه كده يعني مزاق خاص عند المصريين واهتمام كبير جدا ودائما بنبقى حرسين أننا نتابع كل المبارات وأعتقد أن السنادي المطشات ستبقى غاية في القوة والندية والإصارة بصراحة في الدوري المصري بدون مبلغة لأن شرفنا فرق كتير جدا حفظت على لعبيها المميزين فرق كتير جدا قدرت كمان أنها تدعم بشكل مميز فكل المطشات صعب والكل بيستعد بمنتهى القوة لكن بالتحديد ستكلم عن النادي الأهلي اللي النهاردة الفريق أجازة بعد قرار من كولر كده في مخزون بدني مميز على مدار فترة كبيرة فاتت سواء من خلال استعداد بمعسكر داخلي ونظام اليوم الكامل أو من خلال مبارات الودية أو حتى من خلال مطشن رسميين قدر أن الأهلي تفوق فيهم وتقلق من خلال فوز بنتيجة 4-0 في مجموعة المطشن قدام فريق الاتحاد المنستيري ففي مخزون بدني إن بارح كان فيه مران النهاردة راح تبقى للبرنامج اللي وضعه الجهاز الفني بكرة إن شاء الله الفريق حيستأنف تدريباته على ما أعتقد التدريبات اللي بتبقى من المبارات بيوم بتبقى دايما الساعة 4 أو 5 بعدها هيعلن على طول الفريق عن القايمة أو يعلن جاز الفني بقايمة كولر عن قايمة الأهلي لمبارات الإسماعيلي اللي التالت مرة على التوالي الأهلي بيقابل الإسماعيلي في بداية مشواره في بطولة الدوري السنة اللي فاتت الأهلي كان كسب 4-0 في مبارات بيرسيتاو الشهيرة أو مبارات لي مع النادي الأهلي بهدفين وبمناسبة عام بيرسيتاو خلاص بيشارك في تدريبات بشكل كامل وإن شاء الله يكون إضافة للفرقة في فترة جاية ويتم تجهيزه بشكل قوي جدا وربما يلحق بمبارات السوبر أمام نادي الزمال كيوم 28 إن شاء الله هذه المبارات الألهمة كمان الموسم اللي قبله لعدنا الإسماعيلي وكسبنا 3-0 على ما أتذكر في أول مبارات أيضا في بطولة الدوري نتمنى كمان إن المبارات الأولى السنة دي في بطولة الدوري قدام برضو والإسماعيلي الفريق المحترم المميز جدا اللي عنده تدعمات وعنده جهاز فني جديد جيد بقياسة جرده نتمنى إن شاء الله الأهلي يقدر يفوز في هذه المبارات بأداء ونتيجة جيدة رغم صعوبتها بكل تأكيد لكن الانطلاقة زي ما كانت في بطولة الدوري قدام بطولة أفريقيا مناسبة نتمنى إن شاء الله أنها يكون مناسبة جدا كمان في بطولة الدوري دي لقطات من الاستعدادات الفريق اللي كانت بالأمس واللي هتتوصل غدا أو هيتم استقنافها غدا كاستعداد أخير بإذن الله تعالى لمبارات الإسماعيلي